يعني في البداية شايفة إن كل المشاكل والاختلافات اللي ممكن تحصل بين الأب وابنه أو بين الأم وبنتها أو العكس سببها إيه؟ سببها غياب معادلة التواصل يعني بيقولوا عليها الكوميونيكيشن ديكات مش موجودة من زمان ولا يعني إيه؟ إيه المشكلة بتبقى؟ هو في مشكلة في التواصل فعلاً لأن الجن نحن مش قادر يفهم الجيل الجديد أو مش عايز يفهم أو خايف لأن التغيرات حصلت كبيرة تفارط فهما مش عايزين يقتنعوا أن فيه أصلاً فيه اختلاف فلا هو لازم يتربى بنفس الطريقة اللي أنا تربط بيها يعني يقولك أنا مثلاً أهلي ما كونش بيسمعوني أنا هعد أسمعوا ليه؟ هو أنا أقول له الحاجة هو يقول لي حاضر ينفزه ينفزه ده ما بقاش موجود طبعاً خلق لزمان غير زمانيكو هو لو الأهل استوعبوا أن فيه زمن زمن تاني وزمن كبير ومختلف وواسع يمكن ده يساعتهم أنهما يقتنع أنهما يتواصلوا التواصل اللي فيه أنا عند استعداد أسمع يعني عارفة فيه فرق بين التواصل أنا ها قول خلص وبين أنا لأ أنا بسمعك بجد أنا عندي استعداد أفهمك ففي حدة أفهمك دي هي اللي فيها الفجوة أنا مش بفهم الجيل ده شو فهم دماغه رايحة ازاي؟ تركبته؟ يعني هل دماغ الطفل أو المراهج؟ اللي قعدت على الإنترنت بالساعات هي زي دماغنا إحنا اللي إحنا ما كناش منتواصل غير على التلفزيون يا مرة كل يعني كل يعني كل يوم خميس بس أنا كان عندنا هو ده اللي بنوعد قدامه هو اليوم المفتوح حال دي الدماغ دي هي الدماغ دي دلوقتي لا طب هو مفتح على العالم كله ففكرة أن أنا أفهم أن الجيل ده لا يا جماعة الجيل ده دماغ تانية خالص وعالم تاني وفاهمين حاجات أكتر مننا مع أن فيه كثير مننا كان يعني كان الإنترنت على أيامنا إحنا صغيرين شوية فيه كثير مننا كمان لما كبرنا شوية الإنترنت عارفناه وقعدنا عليه أكتر وبنقعد كثير على السوشيال ميديا فإحنا عارفين أنه فيه اختلاف أكيد حتى لو بنتكلم على الفيديو جيمز ما بينه ما بين أهلينا يعني صح ولا إيه؟ فيه إحنا على أيامنا كان فيه بس إحنا ترصاخت جوانا حاجات مختلفة يعني إحنا ترصاخت جوانا حاجات غير اللي هي كانت على أيام يعني إحنا تربيتنا وخلي بالك أنا بتكلم كمان على الأباء والهمات اللي عندهم مراحقين مش بس عندهم 3-4 سنين لا اللي عندهم مراحقين دول كبروا يعني مثلا في الأربعينات دلوقتي الأربعينات ما لحقوش يعودوا كتير حتى لو بيعودوا كتير دلوقتي عنات عادي بس برضو اللي ترصخ فيهم زمان هم مش بيغيروا قوي يعني يتحركوا حركات أوقات تحركات تبقى بسيطة عن اللي هم محتاجينه أو خايفين لأنه أنا خايفة تواصل مع ابني أقول له تفهمني يعني طب أنا كده ممكن أخليه يعمل حاجة غلط أنت عايزة للعيال يعمل حاجة غلط هو الأهل بيبقوا فاهمين كده لو أنه تواصلت وفهمت الجيل ده فأنا كده مش عرف أحطه على الحتة الصحة طيب فأنا لازم أخده لحتيتي أنا